وفي ملف ضيسلة استبعد النائب سالم إبراهيم إجراء تغييرات في الكابينة الوزارية خلال العام الجاري وقال أنه تم طرح تغيير الكابينة الوزارية لحكومة السودان نهاية العام الماضي وبعد إجراء تقييم موضوعيا للوزارة وقراءة الأوضاع الحالية فان التعديل أصبح مستبعدا وأشار إلى أن الهدف من أي تغيير قادم هو رفع الكفاءة والقدرة على تنفيذ البرنامج الخدمي للمواطنين بالاتجاهات الصحيحة فيما يقول مراقبون أن التعديل الوزاري مرتبط بتوافقات حزبية بالمقام الأول